السلام عليكم شباب شلونكم ان شاء الله زينين وبهذا المقطع ان شاء الله يا شباب يبتلكم اخبار بخصوص لعبة جي تي اي سيكس او اقراند سيكس مام هاي اللعبة اللي كل الناس قاعد ينتظروها يبتلكم خبر حزين وبخصوص هاي اللعبة وان شاء الله يطلع هذا الخبر غير صحيح سيطلعكم التفاصيل الكاملة بهالخصوصيها شباب خصوص هذا الخبر الكلش كلش حسين خصوص هاي اللعبة اللي العالم العربي كله ما ينتظروها طبعا شباب اشتركوا بقناتي وانطموا لايك وفعلوا جرس الاشعارات طبعا شباب مثل ما تعرفون انه احنا صالنا 10 سنة ننتظر نزول هاي اللعبة يعني اول ما نزلت جي تي اي فايف ورا شهرين ثلاثا ننتظر جي تي اي سيكس هاي هاي الحقيقة ولكن حاليا وردت معلومات عزينة جدا بخصوص هاي اللعبة انه هاي اللعبة س سيتم حضرها في الشرق الاوسط اي سيتم حضر اللعبة هاي في الشرق الاوسط وما تنزل بالاسواق العربية او ممنوع تنزل اه يعني بالمتاجر العربية او اي متجر عربي ما يقدر يشتريها تنحضر نهائيا وهاي الشغلة عادية جدا 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 انه هاي اللعبة ما تنزل وسط يكون الاسباب اللي تخلي هاي الدول تحضر هاي اللعبة المنتظرة اول شي يا شباب انه التسريبات الاولية تتحدث انه اللعبة اذا كان سعرها أه مثلاً سبعين دولار وندجة دفاعة المبلغ سبعين دولار للعبة سيكون ثلاثين المئة من المبلغ ننقو نقول اللعبة جي تاي بسعار خمسين دولار اترك لها نحن ما نعرف قول مية قول مئة دولار هي ما السعر محقيقي فقط يعني ككلام 30% من هذا المبلغ يعني 100 دولار سيذهب المن لقوم لوت قوم لوت الألوان يعني أنا ما أذكر أساميهم ولكن هم الألوان شواض 30% ستذهب المن للشواض يعني أنت بنفسك ستتبرع لهم ممكن ما أصدقه لكن هاي حقيقة بك تنصر إن شاء الله مصر بك تطلع إن شاء الله تطلع فقط أخبار يعني مو حقيقة ولكن هاي العلمات اللي وردت حاليا إنه انت حاليا راح تلعب اللعبة وتشتريها ولكن نفس الوقت راح تتبرع للمجتمع هذا مجتمع علمي مدريش تسمونها الصراحة معرف وإن شاء الله الثاني اللي تخلي هاللعبة تنحضر في الشرق الأوسط يا شباب إنه هاي اللعبة راح تكون بها لقطات إباحية يعني مو لقطات عادية يعني أنت عبار لك لقطة عادية مثل جي تي اي فايف لقطات وطلعات ومن نانا ما لابس هاي هاللقطات عادية تعتبر لقطات عادية تعتبر ليش هسأب الليك راح تصير جي تي اي آآ جي تي اي سيكس تطور أكثر وشخصيات أكثر عباك حقيقي هي هصر حقيقة أصلا راح تصير بالتلفزيون بالشخصيات وأول اللقطات راح تطلع هتطلع لقطات حقيقية مصورة بالحقيقة أفلام تمام راح تطلع هاي أفلام حقيقة وطبعا لا بالشرق الوسط هاي الصافة ممنوعة شون جاهل يشوف يتشاف لهم وتطلع باللعبة وهذه السؤال تصير جزء من اللعبة وجزء من المهمات اللي لازم تسويه انت أصلا تمام؟ مو فقط جزء من المهمات لا جزء من اللوحات اللي هتطلع في اللعبة جزء من اللوحات يعني حاليا إذا هكوا لوحة لوحة هنا في جيت اي فايف ستكون في جيت اي سيكس لوحات كثيرة في كل المناطق هذا السبب الثاني السبب الثالث يا شباب أن هاي اللعبة هاي اللعبة يا شباب ما موجهة للشباب يعني ما موجهة للشباب اللي عمرهم تحت الـ 18 سنة تمام؟ يعني هاي اللعبة ستكون لعبة زائد تقدر تقول زائد عشرين ستكون لعبة زائد عشرين يعني مو فقط أقول لك أفلام وهذه ثني تركنك كلهن تمام؟ هاي صار بس هاي الصافة حقيقية وطلعا كل شي حقيقي وأفلام حقيقية ولقطات حقيقية وأيضا نسبة ثلاثين بالمئة من المبلغ المبلغ اللي تدفع رح هيكون لهذا المجتمع تدعمهم السالف الثالثة أخطر من الأولى أخطر من الثانية شننة؟ أنه أنت هتتعب باللعبة رح يعلموك شلون نسوي مواد ممنوعة رح تكون خرق لصناعة مواد ممنوعة أيضا رح يعلموك شلون تتعاطل تتعاطل هذه المواد هاي إن شاء الله كل شي خطيرة يعني الأولى والثانية صح خطرات ولكن إن شاء الله الثالثة أكثر من الباقيات وطبعا هاي السؤال في إن شاء الله ما يصير يا شباب إن شاء الله ما يصيرا ولعبة جي تي اي فاي جي تي اي سيكس أو الروك ستار ما اللي تسمونها أنه تسوي هاي القوانين لأن إذا صيت هاي القوانين نسبة مية بالمية من رح تنزل في الشرق الأوسط نسبة مية بالمية ولا واحد عربي رح يقدر يجربها نسبة مية بالمية يا شباب ما حد يقدر يلعبها في الشرق الأوسط أبد حتى القنوات العربية اللي رح تنزل على هاي اللعبة رح تتفلش إذا كانت هاي اللعبة حقيقية رح تنزل مثل هاي المنبوض لازم العرب يحاربوها وهي تصير في الحصير مية بالمية مثل بلعب أبسط مثال لعبة بوب جي موبايل لعبة بوب جي موبايل لزلت لقطة صغيرة ما صنم سس ساعة منذل ثمان ساعة حذفتها وصول عليها رواج والناس تركوها الأهالي غصبا عليهم بس الأطفال ما ندخل بيوم نحن 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 أطفال عمرهم 12 سنة 13 سنة بداية شباههم يعني يلعبوها عادية مشاء الله هذه لكن إلا هالي بدأوا تركوا اللعبة لك وتركوا جروا تليفونات بلعودهم صارت حملة على بوب جي موبايل هاي الحملة قد تتكرر ضد لعبة جي تي اي تيكس إذا نزلت إذا مثل هاي الكلام اللي حتشين هوا طرعت مو تسريبات طرعت حقائق ولكن آني لا أتوقع إنه هاي السحفة الصيل إن مو فقط الشرق الأوسط رح يحارب هاي مو فقط الشرق الأوسط آسيا دول آسيا أيضا يا شباب أفريقيا دول أفريقيا يعني فقط أوروبا رح العبوها فقط أوروبا وأمريكا وهي السحفة أبدا ما ما صير يعني تقدر تقول إنه الصين الصينيين أو العرب أو آسيا أو الهند ما يلعبون هاي اللعبة سبعين من المئة من المبيعات لهاي الدول ومن ضمنها الصين. صين. يعني يسوي هاي السوال فاهم الصين ما تقبل هاي السالفة. الصين. الصين جديد يوهاي الدولة بس فيها ما تقبل هاي السالفة صير. يعني نسبة كبيرة يا شباب ما حصير. ولكن اذا صارت يعني يعتبروا لانه لعبة جي تي اي سيكس ما راح تنجح. حتى اذا نجحت راح تنجح فقط في اوروبا. اما في دولنا ما حد يقدر يوصل لها. واي شخص راح يوصل لها. علنا وينزل عنها راح يكون منبوذ من الناس. ان هو هذا يساعد لترويج المنظمات مثل ما اتعفي يعني منظمات ماشية هي. بل لكن يعني ان شاء الله ما تصيح. ان السوق العربي يا شباب صار منتعش. وايضا السوق الصيني والسوق الهندي والسوق يعني السوق في في اسيا والشرق الوسط. تمام? هاي حتى روسيا. حتى روسيا. ذن الدول يا شباب دول هواية. معقولة روكستار هي هلقة غبية. ويسوي لقطات او يسوي حركات ضد ذن الدول. ما معقولة يا شباب. انا ما اعتقد انها هي السالفة صغير. ا ا ا ا ا ومتعبد يعني آآ روس يعني روكستار آآ بتتحمل آآ هذه العقوبات. روكستار تحمل عقوبات لي mega عقوبة. يعني اليوم اني وقع ابن ما يلعب هذه اللعبة. او انت تعاقب ابنك في سار. او هذا تعقب أخوك او تصار رواج يصار نبذ هذه اللعبة. هذه اللعبة ما wireda وبحد يقدر يوصلل 힘� لها. محد يوصل لها. واي شخص يوصل لها يا الشباب معرض يعني اهلا يقتلوا يضربوا بدون شقة يضربوا بعد ما يحصلون يا يعني ليش لانه وصل الى مرحلة هاي لعبة ده وسطة حقيقة ونزا تيتي وقت وصل الى مرحلة انه انت حاليا ستكون جزء من الاو ستكون داعم لقوم لوط تكون داعم وطبعا انت ما ترضى عن هاي السالفة حتى اذا تلعب ما ترضى انه انت تدعمهم بفلوس ما ترضى لان انت اذا دعمتهم بفلوس يعني انت واحد منهم تمام يعني انت واحد منهم حتى اذا انت تكرههم اذا دعمتهم بفلوس يعني انت واحد منهم حتى اذا انت ما تشد يسوي عمالهم او ما تشد يسوي سوالفهم انت واحد منهم تمام يعني حاليا ابسط مثال يعني قالوا ما انه للمقضاء ابسط مثال امرأة لوط عليه السلام امرأة لوط عليه السلام لم تفعل شيء يعني ما سولت شيء فاحشة بس شانت وياهم شانت وياهم واقفة تمام اعتبرت هي وياهم ما انتهت هي ما سوت شيء فقط دعمتهم بالكلام دعمتهم فقط بالكلام كلام. وبفعالة وهالسؤال. بس هي ما شاءت مثلهم. ما كانت شادة. ما كانت ولا سوت شيء غلط. يعني ما سوت يعني عمل كزنة ما زنة سوه ذني. ما سوت. ولكن شنو? ماتت كافرة. ماتت محاربة آآ لنبي الله لوط. ليش لنشأت ويام. اي واحد راح يدعم اي لعبة تدعم يعني ديقول لك انت تطينا فلوس راح ندعم الجواز. يعني مبلغ راح يوصل لهم. انت دعم لهم. وهي سافة ما حصير ابد ان شاء الله يا شباب. وصنا ما تنجح لالاللعبة دانس لتيني. عالم كلها يحارب لعبة روكستار. السلام عليكم.